بعدين أنت تكلمت عن تحدي آخر تحدي العاطفة تحدي العاطفة هو الشعور العاطفة هنا تتعلق بالمشاعر والأحاسيس الشعور بأنه خان دينه أو خان وطنه أو خان علته أو أسرته سراع سراع وطبعا ما ننساشي أخ نظار أنه هذا الصراع في حلبة يسود عليها عدو الخير وهو اللي بيشكك وهو الذي يوسوس في صدور الناس فهو اللي بيخلي الوساوس دي تبتدي أنا خنت أنا سبت الإسلام وكمان في شعور بالخوف يعني في نفس الوقت مش شعور بالخيانة وبس شعور بالخوف لأنه لو انفضح أمره لو عرف على فكرة لو تعرف أخي العابر إن هناك ما عنديش إحصائية بتقول بالعدد كان بس زي ما يالأخ نظار مئات الآلاف من العابرين مثلك بس برضو لم يعلنوا إيمانهم هتتشجع أكتر أنت مش لوحدك الناس بتعرف تفكر إنها لوحديها ففي الخوف بيسيطر على مشاعرها التأثر العاطفي اللي ممكن هو كان تحت تأثيره لما عرضت عليه رسالة الإنجيل وأعلن قبوله للمسيح وتبعيته المسيح عاطفيا لكن ما فيش أساس زي ما رب يسوع قال خرج الزارع ليزرع البعض وقع على الطريق ووسط الشوك والأرض المحجرة لكن التربة الجيدة هي التي تثمر فتلاقي ممكن تحت هذه التصنيفة يجي حد إنه مختبرش الإيمان الحقيقي مع رب يسوع لكنه بمشاعره ومشى وراء مشاعره وفي ناس مدركة مدركة تفوق المسيح يعني حتى سواء في الكتاب المقدس أو القرآن أعجبني مقال لواحد مسلم يقول قرأت القرآن وآمنت بالمسيح يعني هو يعني شوف أنت فتفوق المسيح هو عقليا خلاء هو شايف تفوق المسيح على أي شيء آخر فمشان هيك نحن الأسرع وسيل للدفاع هو لجوم وكثيرون آخرون يا نظار درسوا كلمة الله بغية أن يهاجموها لكن الرب يتعامل معهم بروح القدس برضو واحدة من المشاعر أو الشعور التي تحديات فقدان الأهل يعني خصوصا لو الزوج جي للرب الزوجة اكتشفت تحت التعليم اللي هي فيه لأن هي لسه تحت هذا الظلام الفكري أنه هتعيش حياة زين هي غصبا عنها ما بتعرفش فهي عاوزة تكون أمينة لله فتقول لا أنا ما عش معك أنت بيجيت كافر أنت بيجيت زنديق فتقول أهلها أهلها ياخدوها هي والأولاد فده واحدة من التحديات والقانون بيساعدها طبعا والقانون بيساعدها أي الفكرة حاجة تحت المشاعر برضو من يحرم من الميراث لأن بعض أولياء الأمور لما تعرف أنه بنتها أو ابنها تحولوا إلى المسيح فهو لا أنت خلاص أنت كفرت وانت بعت دينك محروم فأنت محروم فدي كلها المشكلة اللي بتواجههم عاطفيا أو في المشاعر صراع في داخل آه